بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثاني متوسط في هذا الدرس طبعا درسي لهذا اليوم مثل ما تلاحظون امامكم هو صفحة 65 عزيزي الطالب مثل ما قلت لك هذه الصفحة تنشرح الدرسين الدرس الاول اشرحته وكملته حتشيت لك به على المستقبل البسيط وان شاء الله بهذا الدرس راح اترجم لك صفحة 65 الصفحة المهمة جدا جدا التي تحتوي على قطعة استيعابية عليها مجموعة اسئلة تجيك بالانتحان عزيزي الطالب تعتبر هاي لسن سيكس الدرس السادس لليونت سيكس للوحدة السادسة عليها تمارين مهمة جدا جدا بصفحة 94 و95 درسنا لهذا اليوم يحتي لي عن شخصيتين اللي هما فراس عند حالة فراس وهالة ويقول السؤال ماذا هم سوف يكونون اللي يقصد هالة وفراس لاحظ هنا يقلك كلو اللي هي الفكرة تذكر تنظر إلى الصور أولا عندك صور هذي وحدة عزيز الطالب وصورة جوة باعلهم أول من البداية what do you think the answer will be يعني بعد ما تباوع لهذا الصور ماذا أنت تعتقد الجواب سوف يكون اللي يكون شنو على السؤال هذا ماذا سوف يكونون طبعا بإختصار شديد واحدة راح يصير داكتور طبيبة واحد اللي هو فراس راح يصير زولوجست اللي هو عالم حيوان بناء على البيكاك اللي هو الطاوس اللي موجود هنا هسا نجي عزيز الطالب هنا يقلك read أقرأ about فراس and هالة أقرأ عن فراس و هالة ask اسأل and answer the questions اسأل وأجب عليمن على الأسئلة ذن السؤالي مهمات جدا ان شاء الله راح أقرأ لك يا هال وأترجم لك يا هال بعد ما أقرأ لك على فراس أو حالة نجي فراس طبعا مبازلا السؤالي دير بالك عليها مجموعة أسئلة بالاكتيفيت بوك صفحة 94 وبقية يعني 94 95 فدير بالك عليها هذا كل شمع فراس is 17 فراس عمره 17 سنة هذا كل شي راح أحك شي هذا مهم his favorite مواضيع المدرسية المفضلة يعني المواضيع اللي يحبها بالمدرسة أعيد his favorite المفضلة school مدرسية subjects معناها مواضيع are هي راح أعددهم history التاريخ geography الجغلافية and art والفنية لاحظت جدا مهمة history التاريخ geography الجغلافية and art والفنية ذني اللي يحب هو تاريخ وجغرافيا وفنية he loves هو يحب animals الحيوانات every Friday كل جمعة he goes هو يذهب to the zoo إلى حديقة الحيوان he takes هو يأخذ photograph صور of birds للطيور and animals والحيوانات كل جمعة he goes هو يذهب to the zoo إلى حديقة الحيوان he takes هو يأخذ photographs صور صور شوف شوف بعض الأحيان هو ينبغي عليه أن ينتظر لوقت طويل أو لمدة طويلة شوف time معناها وقت long طويل فلوقت طويل لمدة طويلة عادي صح ويعني يعني شون نقول هوايتهم but لكن he is very patient لكن هو جدا صبور فعلا لازم صبور لأن إذا تريد وقت وإذا ما عندك وقت أكيد تأخذ شيون ما وتروح فلذلك الشغلة تحتاج صبر his favorite animal حيوانه المفضل is the peacock وكلمة peacock اللي موجود قدامك بالصورة اللي هو طاوس بعد لو تلاحظ أو كلمة peacock دير بالك عليها حلوة وجميلة والحيوان هو طاوس يخبل كلش حلو يقول next year السنة القادمة he is going to take he is going to take هو سوف يؤدي his last school exam last الأخير exam امتحانه school المدرسي امتحانه الأخير المدرسي او امتحانه المدرسي الأخير هو سوف يؤدي take اخوذ احنا نعرف لكن بالنسبة للمتحانه دا جات ويل exam بمعنى يؤدي يمتحن يؤدي امتحانه الأخير المدرسي if he passes شوف هنا pass معناها يمرر لكن هنا معناها يشتاز معناها ينجح معناها يعبر الامتحان شوف take شون اتغيرت و pass شون اتغيرت if he passes اذا هو اشتاز الامتحان he is going to go هو سوف يذهب to university للجامعة to study لكي يدرس animals اللي هو الحيوانات حتى يصير عالم بالحيوانات شون اتغيرت اذا هو اشتاز شون اتغيرت شون اتغيرت الامتحان he هو going to sofa go يذهب to university للجامعة to study لكي يدرس animals اللي هي الحيوانات لو تلاحظ بعد he wants to be هو يريد أن يكون شوف يريد he هو wants to يريد أن يكون zoologist لحظ zoologist اللي معناها عالم بالحيوان zoologist zoologist لحظ اللي معناها عالم بالحيوان هذا بالنسبة إلى فراس رح نيجي المن نيجي الهالة هالة أكبر من عنده لحظ 18 فراس سبعة هالة طبعا وريدك تقارنوا حتى ينحظ بسهولة هالة is 18 years old عمرها 18 سنة ها favorite school subjects لاحظ مواضيعها المدرسية المفضلة ها favorite school subjects favorite مفضلة school مدرسية و subjects مواضيعها لاحظ مواضيعها المدرسية المفضلة are هي biology 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 اللي هي الأحياء biology and chemistry chemistry الكيميا biology الأحياء إذن لو تلاحظ تحب هي الأحياء والكيميا لكن من وصاحبنا فراس لو تتذكر التاريخ والجغرافيا والفنية لكن هنا biology الأحياء and chemistry chemistry she is هي also كذلك very good جيدة art english جيدة جدا في اللغة الإنجليزية on physics والفيزياء لو تلاحظ صار عندنا أربع ماضي على الأحياء والكيميا واللغة الإنجليزية والفيزيكس اللي هو الفيزياء أرجع منا شوية أترجم لك she is هي also كذلك very good جيدة جدا art في English اللغة الإنجليزية on physics والفيزياء she is هي interested مهتم in helping people في مساعدة الناس she is هي very kind عطوفة جدا and و friendly و و و دودة sometimes بعض الأحيان she visits هي تزور a hospital المستشفى يعني زور مستشفى ما نعرف يا مستشفى a hospital معناها مستشفى بعض الأحيان هي تزور مستشفى بعض المرضى بعض المرضى واللي أريدك تلاحظ كلمة patience patient هنا لاحظ patient هنا أخذناها بمعنى صبور واحد عدة صبر يعني شون مهنة التصوير ش تريد تريد الصبر لكن هنا كلمة patient بمعنى مرضى إذن اضطت اثنيا معاني معناها تجي بمعنى صبور وتجي بمعنى شنو مرضى فخليها بالك سين أستاذ أنا شون أعرف أنه هاي يريد مرضى وشون أعرف حسب السياق مثلا مهنة التصوير تحتاج إلى مرضى لو تحتاج إلى صبر لاستاذ صبر إذن هنا patient الطبيبة تهتم اللي هما المرضى أكيد المرضى فحسب السياق some patients بعض المرضى have no visitors ليس لديهم زائرين للأسف يعني ما حد يزورهم بعض المرضى have no visitors ليس شوف no ليس لديهم visitors زائرين ما حد يزورهم هالا takes flowers شوف العمل النبيل شوف العمل الأخلاقي شوف التربية العالية هالا تأخذ flowers أزهار to these patients لتلك المرضى أو لأولئك المرضى أندوى sits وتجلس on talks وتتحدث with them معهم at school في المدرسة she works هي تعمل hard بجد because لأن she does not want هي لا تريد to fail شوف هنا fail معناها ترسب لقينا نعرف fail بمعناها تفشل فتفشل وترسب ترى عملتين وجهين لعملة واحدة fail معناها تفشل أو ترسب والرسوب هو الجزء من الفشل فلاحظ fail هنا معناها شنوى معناها ترسب فهي لا تريد أن ترسب بمن her final school exam امتحانها المدرسي الأخير هي she does not لا want to read لا تريد to fail أن تفشل أن ترسب her final school exam امتحانها المدرسي الأخير when عندما she finishes ten school المدرسة she is going to be هي سوف تكون a doctor طبيبة هذا بالنسبة إلى ترجمتهم وتفصيلهم وإن شاء الله افتهمتهم عزيز الطالب راح نروح آنياق نجاوب على السؤال وبعض نرجع نكمل على البقية الصفحة اللي موجود بيها السؤال السؤال هذني آني كاتب هنا يعني هذا السؤال نصا هذا what what do they they do يعني ماذا هم يفعلون in their spa time في وقت الفراغ شي سوون طبعا كلهما هالة and ferous شي سوون آني اش راح اساوي راح اقل لك هذا السؤال يتغير مثلا يقل لك what does ferous شوف ها سحدد لك من و فراغ دو يفعل in his spa time في وقت الفراغ شي سوى فراغ لازم تجاوب لهذا الجو تجيل every friday كل جمعة فراغ goes to the zoo فراغ يذهب الى حديقة الحيوان شي سوى he takes ويأخذ photographs صور of birds لطيور and animals وحيوانات لاحظ هذا بالنسبة الفراغ واذا سألك السؤال وقال what does hala do in her spare time في وقت فراغ يعني حدد لك شوف هنا السؤال ترى عام اليوم وثينا لكن اذا قال لك hala اش راح الجاوب لاحظ تقل sometimes بعض الاحيان hala visits تزور a hospital اللي هو المستشفى هذا باختصار شديد جواب النقطة الاولى هذا على فراس وهذا على اليمن على hala سؤال الثاني هم قال لك what are they going to be when they finish school ماذا هم سوف يكونون عندما هم ما ينهون مدرستهم يخلصون المدرسة finish school شي صيرون ايضا لازم نيجي واحد واحد طبعا هذا السؤال نفس السؤال what they going to be ماذا هم سوف يكون وين عندما هم ينهون مدرستهم شي صيرون راح عبدي واحد واحد فراس سؤال شون يسألك what is فراس فراس going to be when he finishes school عندما هو ينهي المدرسة خلص المدرسة انت تجاو قل he wants to be a zoologist اللي هو عالم حيواني او باختصار شديد zoologist كلش كافية انا اشوف اذا اقل لك فراس شري دي صير لعالم حيواني فبس هاي كلش كافية بالنسبة الانتحان وانت اكتبها وسئلة للإستاذ للست مالتكم قل هست اذا اكتب لك بس zoologist صح اذا قلت لك صح ما شع شديدك اذا قلت لا اكل لا لازم نجي للسؤال هذا انعيد على اليمن على هالا what is هالا going to be when she finishes school ماذا سوف تكون هالا عندما هي تنهي مدرستات قولوا تلاحظوا يا لاحظ when عندما she finishes هي تنهي school المدرسة she is going to be ad doctor هي سوف تكون ش تكون طبيبة زين استاذ قبل شف يقول الدكتور ليش تطول ها علي انا ابو شوف لو تلاحظ ان جايب من الكتاب وين عندما she finishes هي تنهي school المدرسة لاحظ نفس سودعت she is going to be ad doctor so هي سوف تكون طبيبة وعادي لو تكتب هي غير بس ad doctor والله جواب صح بس خاف الاسات اذا ما يقبلون يعني الستة اذا بالمدرسة قلت لك لا الا تكتب ها كاملة وان اكاتب لك بس ad doctor اش راح تسوي فهي جوابها هذا واما اذا تكتب بس doctor والله الكريم صح لأيش لان انا راح سألك هلش راح تصير بالمستقبل اي استاذ طبيبة اذا انت جاوبتني بس ادكتر اذا بس هذا الجواب واضح الفكرة وهذا بالنسبة للأسئلة اللي عليها راح ننزل بعد ما كم لنا شوية يقلك work with words اعمل مع الكلمات وان الكلمات راح نجي وحدة وحدة يقلك look at انظر الى the dictionary entry which معناها اي meaning المعاني of patient كلمة patient صبور can you find صبور او مريض can you find in the text يمكن ان تجده في النصوص قبل شوية شرحت لو تلاحظ يقلك مرة تلقى اسم يعني مريض مرة تلقى شنو مريض somebody شخص ما تعريفه مهم ترى هذا هذا مهم somebody شخص ما who is taken الذي اخذ taken care الذي يعتنى به of يعتنى به by a doctor بواسطة الطبيب اذا هذا تعريف منه تعريف المريض تعريف منه المريض ولاحظ now فخليها ببالك هذا مهم اذا كلمة patient تجي بمعنى مريض وتعريف المريض هو الشخص الذي يعتنى به بواسطة a doctor الطبيب او nurse الممرضة هم هذه ترى مو الا doctor العمو نجي للpatient اللي معناها صبور الصفة adjective apple انك تكون قادر to wait and تنتظر for a long time لوقت لوقت طويل and stay تبقى calm هذا without getting angry بدون شوف without معناها بدون getting تصبح angry معناها غضب لو تلاحظ she is very patient هي جدا صبورة with young children مع الاطفال الصغر بعد نقدر نشتغ من عندها ضرف شو صير patient يعني شنو بالصبر لو تلاحظ he waited هو انتظر فراص يعني انتظر patiently بصبر for لي لو تلاحظ the bus اللي هو الحافلة لاحظ عز الطالب هذا بالنسبة المن بالنسبة الكلمة patient يعني عادي مرة تكون اسم يا بطل تجي بمعناها مريض مرة تجي صبر صفة صبور صبور بمعنى patient صفة صبور ومرة تجي بمعنى ضرف بصبر يعني انتظرتك بصبر بصبر فهاي patiently اذا نضعتني ثلاثة ترى واحد اثنيا وهي patiently ثلاثة نجي المن نجي للنقطة الثانية what do you think ماذا انت تعتقد it means انها تعني to take exam an exam انك تؤدي هنا take يعني يقلك معاني انت take هنا بمعنى يؤدي شي تؤدي امتحان او pass بمعنى يجتاز ينجح يعبر الامتحان هذه معناها pass unfail اللي معناها يفشل يرسب بالامتحان وانا ترجمتلك هنا بالقطعة وهنا هم كذلك هذه معناها يؤدي وهذه معناها يجتاز الامتحان وهذه بمعنى يرسب او يفشل في الامتحان شو بقى عدي بقى عدي هذا شرحت اليك يخص المستقبل ولازم تشوف الدرس كله عزيز الطالب اللي خص المستقبل البسيط يخص هذا شون نقول الموضوع شرحته بعد ما اقل لك شرحته واي طبعا اللي حد لهنا جدا اسف خاف اخذت من وقتكم عزيز الطالب وخاف يعني واحد ما افتهم علي فهذا بالنسبة الى شرح وتفصيل صفحة 65 قد انتهى درسي انتظروني في درس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته